إصابتان في إقليم كردستان العراق إحدهما انتهت بالوفاة والثانية تماثلت للشفاء ما دفع وزارة صحة الإقليم إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الزراعة لتطويق الإصابات بمرض الحمى النسفية والحيلولة دون انتشارها اتخذنا بمعية وزارة زراعة الإقليم جملة إجراءة وخطط لمواجهة جميع الأمراض وعلى رئيسها الحمى النسفية وزارة الصحة منعت عمليات الذبح العشوائي للحيوانات في البيوت والأماكن غير المرخصة وزامحت بالجزارة فقط في المجازر التي تبيع اللحوم المختومة بختم وزارتنا وسنتخذ إجراءات قانونية ضد الذين يمارسون الذبح العشوائي ومع انتشار القراد والقمل والبعوض والخفافيش والقوارض يصاب الحيوان بمرض الحمى النسفية وهو أحد الأمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان ومن أعراضه الشعور بالغثيان والتعب الشديد مع ارتفاع في درجات حرارة الجسم وفقدان للشهية وقد يؤدي إلى انفجار الأوعية الدموية مسببا نزيفا داخليا وخارجيا لتنتهي الحالة بعد تفاقمها إلى الوفاة في حال تجاهل المريض للبروتوكول العلاجي بدأنا بالحملة حملة الرش وتغطيس الحيوانات يعني أهم شيء أهم خطوة بأنه أنت تقضي على مسبب النقل أو الناقل المسبب للمرض الرش في المناطق الموبوئة أو مناطق اللي تشك بها أكون مرض مثلا بيها بواسطة القراد والقمل والبعوض وكافة الحشرات الطائرة بمبيدات كخطوة أولى خطوة مهمة جدا هسنا بدأنا في الإقليم الوزارة وزعت كميات جيدة من المبيت بدأنا بالرش والتغطيس للحيوانات وزارة صحة الإقليم اتخذت الإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس الحمى النصفية ومن بينها تنفيذ حملات رش للحقول وأماكن تربية الحيوانات بالمبيدات فضلا عن تعفير وتغطيس المواشي كما شرعت بتجديد الرقابة على المجازر وفحص الحيوانات وعدم انتقالها من محافظة إلى أخرى تجارب السنوات الماضية منحت المؤسسات الصحية بإقليم كردستان العراق الخبرة في التعامل مع الأمراض الانتقالية قبل انتشارها وكان الإقليم قد سجل العام الماضي 23 إصابة بالحمى النصفية بينها 5 وفيات إلا أنها انخفضت هذا العام بنحو 80% يوسف الحسيني الحرة أربيل